صباح الفل عليكم شباب وشابات سنوية عامة معاكم ترينر جورج صبحي مؤسس كورصات perfect english لكورصات اللغة الانجليزية صباح الجمال عليكم يا اجمل شباب بالدنيا اتمنى تكونوا بخير معاكم ترينر جورج صبحي مؤسس كورصات perfect english لكورصات اللغة الانجليزية نهارده ان شاء الله هنشتغل مع بعض محاضرة رقم 13 من كورص reading comprehension يلا جاهز كوباية الشيء الجميلة ويلا بينا نبتز reading comprehension 13 read the following passage and then answer the questions اقرأ القطع وبعد كده جواب الاسئلة ودايما ما نتخضش لو في اي نيوم هكب ولا حاجة ما تقلقوش تعالوا نشوف there is no doubt يعني مما لا شك فيه that the developments in the medical field and التطوير في المجال الطبي have held يعني ساعد a lot of people الكثير من الناس live longer يعني يعيشوا مدة اطول and happier lives وحياة اسعد تمام in the past في الماضي a lot of people العديد من الناس suffered يعني كانوا بيعانوا and even died وحتى ماتوا because of diseases يعني بسبب امراض that are now easy to be treated يعني دلوقتي سهل علاجها زي مثلا الحزبة او الجدري او الحاجات دي او الطعون في ملايين من الناس ماتت بسبب ده النهاردة ده بيتعالج بحقنا يعني حاجة بسيطة خاصة thanks to thanks to is a revolution يعني الثورة in the medical field في المجال الطبي تمام كده يلا بينا على البريغراف الوراه 100 years ago يعني من حوالي 100 سنة diabetes يعني مرض السكر always killed كان دايما بيقتل يعني يعني النهاية اي حد يجيره سكر النهايته انه هو يموت a victim of diabetes يعني ضحية من مرض السكر would often have a damaged body organ يعني كان دايما يكون عنده عضو في جسده buys called the bankreas اللي هو اسمه ايه البانكرياس تمام but doctors didn't understand why بس الدكاترة ما كانوش بيبقوا فاهمين هو ليه بيموت او ليه العضو اللي هو البانكرياس ده بيفسد او بيتدمر او بيموز تمام in 1921 سنة 1921 a young doctor كان فيه دكتور صغير شاب كده called frederick banting الراجل داي اسمه ايه فريدريك بانتنج سنة 1921 ركزه بس في التواريخ والاسماء had a theory كان عنده نظرية ايه النظرية دي that the bankreas in the bankreas released يعني كان بيطلق a substance مادة that controlled the sugar كانت بتتحكم في نسبة السكر in the blood في الدم تمام؟ professor john mcleard خلي بالكم ده واحد تاني اسمه professor john mcleard at the university of Toronto كندا في جامعة ترونتو بكندا give him a laboratory give him دي عايد على مين؟ عايد على اخينا الدكتور اللي اسمه فريدريك بانتنج يبقى البروفيسور ده ادى للدكتور ده معمل 10 dogs 10 كلاب and a medical student وداله طالب في المجال الطبي called charles ده واحد تالب كده اسمه charles best يبقى فيه ثلاث شخصيات الشخصيات الاولانية بتاع الدكتور الشاب ده اسمه فريدريك بانتنج ده كان عنده نظرية بتقول ان فيه حاجة اسمها البنكرياس بيفرز مادة بتتحكم في نسبة السكر في الدم وفيه واحد تاني اللي هو professor john mcleard ده ادى له ادى لفريدريك معمل و 10 كلاب وادى له واحد يساعده اسمه ايه؟ charles best as a research assistant يعني كمساعد باحث يعني بانتنج هنا احنا بنستخدم الاسم الثاني اللي هو فريدريك اللي هو الراجل الدكتور الشاب ده and best برضو خدمنا الاسم الثاني اللي هو charles best اللي هو المساعد بتاعه should that an extract from the bancreas يعني فيه حاجة يقدروا يستخلصوها من البنكرياس which is a named insulin سموا المادة اللي استخلصوها دي insulin اللي هو الانسولين could control blood sugar in dogs كان بتقدر تتحكم في نسبة السكر في الدم كمثين في الكلاب تمام كده؟ تعالوا على البراجراف الوراء biochemist يعني كيميائي في المجال الحيوي هي اسمها biology chemistry فقالك biochemist يعني حد متخصص في مجال الكيميا والبيولوجي اسمه ايه؟ bertram colib ده شخصية رابعة خلي بالكم joint zim يعني نضم ليهم ليه بقى؟ he made the insulin pure يعني كان دوره انه يخلي او يستخلص مادة خالصة اسمها insulin أو pure insulin يعني ينقي الانسولين او المادة اللي استخلصوها دي تبقى انسولين تام تمام كده؟ so that عشان it ادي عايدة على ايه؟ عايدة على ال pure insulin it could be tested on humans عشان يتم اختبار المادة اللي استخلصوها اللي هو ال pure insulin دي على البني قدمين ما خلاص هم جربوها عاكلات عايزين بقى ياخدوا المرحلة اللي بعدها اللي هو الاختبار المعملي على البشر the discovery of insulin يعني اكتشاف الانسولين was a landmark يعني كان علامة فارقة landmark يعني very important يعني diabetic patients يعني المرضى بمرض السكر diabetic patients no longer died خلاص ما بقوش يموتوا from the disease بسبب مرض السكر banting and macleid خلي بالكم احنا عندنا اربع شخصيات في منهم اتنين اللي هو banting و macleid received the nobel prize استلموا جائزة nobel in a in physiology في الطب يعني or medicine in 1923 سنة 1923 never the less او non the less دي معناها but معناها however يعني ولكن رغم عن ذلك انه برغم اتنين بس اللي استلموا الجائزة they didn't exclude best and the colib from their price money يعني لم يستبعدوا او لم يحتفظوا بالجائزة لنفسهم ده معناه ان الفلوس اتقسمت على اثنين ولا على اربعة لا على اربعة banting و macleid و best و colib الفلوس انما ال nobel prize راحت لمين راحت للاتنين دول تمام كده؟ يلا بينا على ال questions choose the correct answer from a b c or d اختار الاجابة الصحيحة من a او b او c او d the best title for this passage افضل عنوان للقطعة دي unknown scientists يعني علماء غير معروفين طبعا لا the discovery of insulin اكتشاف الانسولين اه طبعا diabetes مرض السكر لا nobel prize جائزة nobel برضو لا القطعة دي كلها اهم حاجة فيها العنوان بتاعها هو ايه؟ اكتشاف الانسولين تمام؟ طيب تعالوا نروح للquestion الوراء what does the underline pronoun it refer to؟ انا وردي قلتها واحدة الشغالين اللي هو ايه؟ pure insulin يبقى what does the underline pronoun it refers to؟ pure insulin تمام؟ حضرتك بتاخد الاختيار ده وتروح تحطه في القطعة وتشوف هل الكلام ده مدي معنى ولا لا الوحيد اللي هيبه مدي معنى هو pure insulin زي ما انا وضحتها واحنا بنشرح تمام؟ يلا بينا على ال question الوراء question number 3 بيقول ايه؟ medicine ايه؟ will stop one day؟ هيتوقف في يوم من الايام؟ طبعا لا won't develop anymore؟ مش هيتطور اكتر من كده؟ برضو لا is developed everyday؟ يعني يتم تطوير الطب والطرق الطبية كل يوم؟ طبعا can't be developed لا يمكن تطويره؟ لا طبعا يبقى الاجابة الصحيحة هي C question number 4 what rule do you think Bertram Coleb play؟ يعني ايه الدور اللي قام به Bertram Coleb؟ تعالوا نرجع للقطعة ونقراها اهو بص يا شباب biochemist Bertram Coleb يعني الكيميائي الحيوي اللي اسمه Bertram Coleb ده جويند زمن ضمنهم ليه؟ he made the insulin pure كان دوره انه هو يستخلص الانسولين ويخليه بيور تماما عشان ينفع يستخدم على ايه؟ على الهيومنز على البشر اوكي؟ تعالوا بقى نشوف الاختيارات he discovered insulin؟ طبعا لا هو ما اكتشفش الانسولين هم اللي اكتشفوه he provided laboratory هو اللي ادهم المعمل؟ برضو لا he was a research assistant مش هو he made pure insulin for human؟ اهو ده البيو كيميست Bertram Coleb هو اللي استخلص ال pure insulin او خلى الانسولين بيور؟ تمام؟ يلا بلايعان على الهيومنز مورا the underlying word landmark انا اريد ايو بشرح عالمة فاصلة علامة فارقة حاجة مهمة can be replaced by AI هل disadvantage يعني عيب؟ لا advantage يعني ميزة? لأ برضو turning point يعني نقطي التحول؟ طوعا لان بعدها اكتشفوا الانسولين الناس بيكيتش تموت weakness point ونقطق الضعف؟ طبعا لا تمام؟ يبقى turned point هي ايه؟ landmark question number six بيقول ايه according to the passage يعني تبقى للقطعة دي مرض السكر بيأثر على إيه بشكل سيء لا هو بيأثر على البنكرياس بيدمر البنكرياس اللي هو المسؤول عن تنظيم نسبة السكر في الدم بيأثر على القلب لأ على المعدة لأ بل الإجابة الصحيحة هي إيه تمام يلا بينا على الوضع الوراء قواتي نوبر سيفن بيقول إيه كان مين أول واحد اللي اكتشف أن البنكرياس بيطلع الأنسولين مين في الأربعة بقى؟ تعالوا نرجع نجيبها من القطعة أهو بصلا يا شباب بيقول 1921 عمل إيه؟ يبقى مين اللي اكتشف ده؟ تمام؟ تعالوا بينا على الوضع الوراء آخر الوضع في فيديو النهاردة بيقول هو جاد زي نوبل برايز ماني؟ مين اللي اخد الفلوس؟ أولي وان ساينتست تعالي مواحد لأ تو ساينتست اللي اتنين اخدوا جائزة نوبل انما اللي اخد الفلوس هم زي دينت اكسي كلود يعني لم يستبعدوهم يبقى عمل وشير للفلوس مع بعض يعني اللي اربعة سري ساينتست لأ فور ساينتست دي الاجابة الصحيحة تمام يا شباب؟ وبكده يا شباب محاضرة رقم 13 من كورس رايدين كومبريهنشن تكون خلصة لو حضرتك مهتم انك تحصل على باقي المحاضرات تقدر تتواصل مع السكرتاليا واتساب على الرقم اللي قدام حضرتك للحصول على باقي المحاضرات فيديو وكمان البي دي اف هشوفكم في المحاضرة اللي جاي على كل خير ان شاء الله ربناكم معي اتمنى يا شباب يكون الفيديو عجبكم لو عجبك الفيديو اعمل سبسكرايب ولايك للفيديو وما تنسى اشتفاعه على الجرس علشان يجيلك نوتوفيكيشن بالفيديوهات اللي جاية اللي هتنزل بشكل دوري ان شاء الله هشوفكم بالفيديو الجاي